والله بدري بدري يا شهر السيام أول ما بتسمع المقطع ده المغنية بتعرف خلاص أنه الشهر الكريم يعني أيام قليلة ويودعنا وزي ما يكون صناع الفن وصناع الأغنية يعني قديما يعني يحسوا بأنه لا زي ما بنستقبل هذا الشهر كمان حتى بنودعه بالفن وبالترحاب وبالأغنية بس الأغنية دي تحديدا أول ما بنسمعها تعمل كده وجع في القلوب هو شهر الكريم بعدي بسرعة شهر كده بتحس المائدة كلها العيلة موجودة الناس كده عندهم رحمة الناس الخير اللي موجود التكافل والتراحم والشارع المصري الحقيقة بيبقى صحيح أنه شارع سهران 24 ساعة تقريبا الشارع المصري لا ينام في رمضان لا أحد ينام وكل الناس بتشتغل يمكن مش عارفة صحة ولا غلط بس إحنا بقى عندنا هذه العادات الناس بتشتغل يعني ما بتنمسوا وهتلاقي شكوة عدم النوم لأنه الكل عايز يستمتع بالشهر الكريم يستمتع بالعبادات الصلاوات التراويح القيام التهجد وكمان يصلي الفجرة حاضر وبالتالي يبقى عنده شغل كمان بحيي القناة الأولى وقناة الحياة الحقيقة أمتعونا في رمضان الاتنين الحقيقة نقلوا للناس يعني صلاة العشاء وصلاة الترويح وبالطريقة المصرية عارف برضو إحنا عندنا زي برنامج دولة التلاوة البرنامج ده جميل جدا لأن إحنا عندنا طريقة في قراءة القرآن وطريقة في التلاوة نفسها وبنستعمل صوتنا بطريقة مختلفة فأعتقد برضو أنه يعني لما يكون صلاة الترويح وبتسمع الشيوخ بتوعنا والدعاة والناس اللي بينشدوا الحقيقة حاجة جميلة جدا والناس استمتعت الحقيقة بهذا المجهود الكبار لنقل صلاة الترويح يوميا والناس تستمتع ده غير صلاة الفجر فبتحس أن انت حتى لو ما عندكش فرصة أن احنا تروح الجوامع الجميلة الأزهر والحسين هي موجودة عندك في بيتك وفي وسط الناس تقدر تسمع وتستمتع وتقيم صلواتك وانت شايف وحاسس في وسط عائلتك بكل التقوص الروحانية